أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملو الذين استكبروا من قومه لنرجلنك يا شعيم والذين أمينعك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كرهين قد افترينا على الله كذبا إذن في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله تمكننا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالعق وأنت خير فاتحين وقال الملو الذين كبروا من قومي لين اتبعتم شعبا منكم إذن خاسرون فأخذتهم الرجبة وأصبحوا في دارهم جاثمين قال الذين كذبوا شعبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوا مقاسرين فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربنا صحب لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آبان الذراء والصراء وأخذناهم بغطة وهم لا يشعرون ولو أنهم أهل القرى آمنوا واتقوا لفتعن عليهم مركات من السماء والأرض ولكن يكدموا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهم القرى أن يأتيهم بأسنا بيات ومنائمون أو أمن أهم القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يأذن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لن نشاء واصبناهم بذنبهم ونطبع على قلبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أممائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فأردوا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا قل على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصوب إذا هي ثعبا مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء من ناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخوه وأرسل في المدائن عاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإن كنا من المقربين قالوا يا موسى إما أن تنعي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا ولما ألقوا سعروا أعين الناس فاسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحى إلا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقب ما يأفكم منهم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغنبونا لك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لما كنتم مكرتمه في المدينة لتغرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطع عنا إيديكم وأرجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتعفنا مسلمين أقال الملوم قوم فرعون يتدرس وقومه ليفسدوا في الأرض ويبركوا آلهتك قال سنقتل وبناهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقاه استعينوا بالله واصبروه إن الأرض لله مثوى من يشاء من عباده والعاكبة للمتقين قالوا موذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصهم من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإنه يتصبهم سيئة يتطير بموسى ومن معه ألا إنما طائمهم عود الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مأما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه التلفان والجراد والقمل والضفادع والدمى آيات مبصلات فاستكبروا وكانوا يوم مجرمين ولما رقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشبت عنا الرجز لنؤمنن لك ولننسلن معك بني إسرائيل فلما كشبنا عنا الرجز إلى أجل هم بالغه إذا هم يعقثون فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليمن بأننا مكذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا استضعفون مشارق له مغاربة التي بارقنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا وذمرنا ما كان يصنع فرعا وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل المعر فأتوا على قومي عكفون على أصنع من له قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إن لكم قوم تجهلون إن هؤلاء يتبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قالا غير الله يبغيكم إله الله وغضل لكم على الأعلمين وإذ أنجيناكم من آله فرعون يسلم لكم سوء العذاب يقتلون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأطممناها بعشرين فتم مقاط ربه أربعين ليلة وقال موسى لي أخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمقاطنا وكلمه ربه قال ربي أرني أهم إليك قال لن تراني ولكنه إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ارجع لودك وفر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالات وبكلامه فخذ ما آتيتك وقوم من الشاكرين وكتبنا له في الأرواح كل شيء موعزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأدر قومك يأخذ بي أحسنها سأريد اندار الفاسقين سأصغف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل المشد لا يستطيع سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتطيع سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملونه فاتخذ قول موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له أخوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يأديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بإسم خلفتموني من بعده أعجلتم أمر ربكم وألقى لالواح وأخذ برأس آخه يجله إليه قال ابنون ما إن القوم استضعفوني وكاد يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعل لنعن قوم ظالمين قال رب رفر لي وليأخيه وأدخل الله في رحمتك وأنت أرحم راعم إن الذي نتخذ العجل سيناله رضب من رب وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم نتابوا من بعدها وآموا من ربك من بعدها لغفر رحيم ولما سكت عن موسى الغابة وأخذ الألواح وفي نصفة يهودا ورحمة من يدرهم لرب يرهب واختر موسى قوموا سبعين رجلين لنقاتنا ولما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكته من قبل وإياه أتهلئنا بما فعلت صبحاء منا إذ يألا فتنتك تضل بها من تشاء وتأدئ من تشاء أنت ولينا فرفلنا وارحمنا وأنت خير مغافرين واتب لنا في هذه الدنيا عسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي نصيب به من ناشاء ورحمتي وصعت كل شيء فسأكلوا للذين تقنوا ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون برسول النبي الولي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التغرات والإنجيل يأمرهم بالمعاري وينهاهم عنهم عن الكريم ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إسلام والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا الأمور الذي يذل معه إليك هم مفلعون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جمعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو أيها ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي نميذ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يأذون بالحق وبه يأذنون فقطعناه من ثنتين عشرة أسباط الأمم وأوحينا إلى موسى باستسقاه قومه أن يربع صاك الحجر فمجست منه ثنت عشرة عينا قد علم كل الناس مشبا وظلنا عليهم الغبائي وأنزلنا أهليهم أن نوسلوا كل من طيبات ورزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا موسى يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها عيث شئتنا قلوا عقاكم ودخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيدوا المعسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة للبحر إذ نعدون في السبت إذ تأتيهم حيطانهم يوم السبتين شرعوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبكرهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت كمة منهم لما تعيذوا مقاما لو مؤلكمهم معذبوا معذابا شديدا فقالوا معذرة لنا ربكم ولعل لون يتقون ولما نسوا ما ذكروا به أوجينا الذين ينهون عن السماء وأخذنا الذين ظلموا بعذابهم بإسما لما كانوا يفسقون فلما لما عتوا عن مالهم وعنقنا لهم كنا نقرداتا خاصين وإذ تأذن ربك لا يبعثن علي إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسريع لقب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمم منهم صالحون ومنهم ذلك قابلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم وخلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدن ويأخذون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثل يأخذون ألم ينفذ علي ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إن الحق ودرس ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تقلوا الذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع عجر المسلحين وإذ نطقنا الجبل بقى كأنه ذلة مجد وأنه واكع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكر ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أورسهم على السورة بكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقوموا يوم القيامة إننا كنا عن هذا أغافلين أو تقونا أو تقونا إن لما أشرك آباؤنا موقفنا كنا ذريتا من بعد أفتلكنا مما فعل المبتل وكذلك نفسر آياتنا لعلهم يرجعون واطمع عليهم النبأ الذي أعطي له آياتنا فانسلق منا فأطبعه الشيطان فكان من الغاضين قالوا شئنا لرفعناه بيا ولكنه أخذ إلى الأرض واتبعها فمثله كمثل الكلب تحمل علي يلهس أو تطلقه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأوضوا سنكام يظلمون من يأذي الله هو المؤتدي ومن يبضل فأولئك هم الخاسرهم ولقد ذرأنا لجعلنا كثيرا من الجن والإنس لهم كلهم لا يفقهون بيها ولهم أعلم لا يبصرون بيها ولهم آذان لا يسمعون بيها أولئك كالألعان بلهم نبلهم أضل أولئك هم يضافنين ولله نسمعه حسن فادعوه بيها فذروا الذين يوحدون في أسمائه سيبدون ما كهن يعملون ومن من خلقنا أمة يأذون بالأقل وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من عيث لا يعلم وأمني لهم من كايدمتنا ولم يتبكروا ما بصاحبه ومنهم من جنة إنه وإلا نذير مبين أولم ينظرون في ملكة السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وعن أساية نقضيه وتربى أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنهم من يقضل الله فلا هادي له ويذنهم في تغيان نعمهم يسألونك عن الساعة أين موسى قل إنما علم وعن رب لا يجني ليقطي إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيك من لبغته يسألونك كأنك عفيد عنه قل إنما علم وعن الله ولكن أكثر الناس لا يعلم قل لا أملك لنفسي نفعه ولا ضر إلا ما شاء الله ولو قوت على مغيب لا استكثرت من الخير فما مصني السنين إن أنا إلا نذين وبشير لقومي يؤمن هو الذي خلق كل من نفسي واحدة واجعل منا زوجها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أسقلت ذعب الله ربهما لئن آتيتنا أسأل لأن أكوننا من الشاكرين فلما آتاهما صالعاً جعل الأشركا فيما آتهما فتعال الله عما يشيكون أي شرقنا ما لا يخوق شيئاً وما يخلقون ولا يستطيعون نره نصراً ولا أنفساً ينصرون وإن تدعوه من الغدى لا يتبعوكم سواء عليكم ما دعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد وامثالكم فادعوه وليستجيبوا لكم كنتم صادقين ألهم أرجون يمشون نبيا أمهم أيدي يبتشون نبيا أمهم آه يمسرون نبيا أمهم آذان يسمعون نبيا خلدعوا شركاءكم من ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم للهدى لا يسمعون وتراهم ينزلون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو واعمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ما ينزل لك من الشيطان نزل فاستعذ بالله إنهم سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا هم مبصرون وإخباهم يمدونهم بالغيث ولا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآياتهم قالوا لولدت بيتها قل إنما أتبع ما ينحى إلي من ربي هذا بصائر من ربي كل مودة ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنسطون علاكم ترعمل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيتهم تضرعا وخيفا دون الجهر من القول بالغضب ولا تكون من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت حضرهم وإذا تليت عليهم آياتهم ذهدتهم إيمانا إيمانا وعلى ربهم يتوكلهم الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون أولئك هم مؤمنون عقلهم درجات من ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أفرجك ربك من بيتك بالعقل وإننا فريقا من المؤمنين لا كارئون يجادلونك بالعقل بعدما تبينك أن من يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعنيها لكم وتردون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلمة ويقطع دابر الكافرين لمحق الحق ويبطل الباطل ولو كري المجنمون إذ تستغيصون ربكم فاستجاب لكم أن لنمدكم بألف من الملائكة المذفين وما جعلهم من البشر ولثطمئن قلوبكم ومن نصر الله من أود الله إلا الله عزيز عاكم إذ يغشيكم من عسامرة منه وينزل عليكم من السماء الماء لينطهركم به ويهيب عنكم رجد الشيط ويربط وليربط على قلوبكم ويثبت بهنا قدم إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم وثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كباروا محبا فضرموا فأطلعناكم وضرموا منهم كل بنا ذلك بأنه مشاق الله ورسوله ومن يشاق إلا رسوله فإما مشهدني قبل ذلك فذلكم وأن الكابر عذابا من الله أبغضب من الله ومأواه جهنم وبيئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتل مما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء عسن إن الله سمعنا لهم ذلكم وأن الله مهم كيد الكافر من يتستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنحوا فهو خير لكم وإيا وإن تعودون عدوان ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن كثرة وأن لمع المؤمنين يَا أَيُّوا اللَّذِنَا مَنْ أَتِعُ مُواْذَا قَالُ سَمِعَنَهُمْ لَنَوْهُمْ إِلْنَّشَرْ وَالْذَوَابِ عَنْدَهِ سُمُهُمْ هُمْا اللَّذِنَا لَا يَاقِنُونَا قَالَوَنِمْ وَا لَا أُمَا Force لَأْسْمَعَهُمْ وَلَوَ يَا أَيُّ دِوَنْهُمْ إِلْهِ إذا دعاكم لما يحييكم وعلم أن الله يحول بين أمره وقلبي وأنه إليه تحشرون قد تقوا فتنة لا تصب المالذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد لنقاب واذكروا إذا أوتوا قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتغطفكم الناس فآواكم وأيدكم من أسره ورزقكم من الطيبات وإذا أقوموا أنكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله والرسول واتخونوا أماناتكم وأنتم تعلموا وعلموا أنهم أماركم وأولادكم وإتناتوا أن الله دواجر عظيم وإنه يحضر آمنوا من الطيبات وإنه يحضر آمنوا لست من الطيبات وإنه يحضر آمنوا لست لن أمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعُزِيمِ وَإِذْ يَمْقُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُثْبِتُكَ وَيَقْتُلُكَ وَيُخْرِجُكُ وَيَمْقُلُونَ وَيَمْقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ وَإِذَا تُطْنَى عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُنَا مِثْنَ هَذَا إِذْ هَذَا إِلَّا سَاطِيهِمُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَيْدِنَا فَأَمْطِنْ عَلَيْنَ عِجَرَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِئْتِنَا بِعْذَابٍ أَلِمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِمُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدِّرَ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاهُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاةُهُمْ عَلْدَ الْبَيْتِ إِنَّهُ كَاءُ وَتَصْدِيَاهُ فَذُوقُونَ عَذَابَ بِمَا كُمْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ خَاسُمْ مَتَكُمْ عَلَيْهُمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَأَنَّمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله خبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه ويركمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم يخاسرون قل للذين كفروا إِنْ يَغْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ بِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ خُلُّهُ لِلَّهِ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر